بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد يقول تعالى في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا حسبك هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة أي حافظ على صلاتك وأقمها كما يجب عليك بركوعها وسجودها وما قبلها من وضوع وخشوع واستقبال قبلة وما إلى ذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك الشمس تحرك الشمس بعد وقوفها دلوك الشمس اختلف فيه آل العلم وأرحمهم الله على قولين قال بعضهم دلوك الشمس غروب الشمس دلوك الشمس غروب الشمس وبعضهم قال دلوك الشمس زوال الشمس إلى جهة المغرب وإلى كل القولين فالمسألة واضحة بحمد الله أخذها المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاة الظهر والعصر بعد دلوك الشمس وصلاة المغرب والعشاء إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذه أوقات الصلوات الخمسة أوقات الصلوات من بعد عند زوال الشمس عند زوال الشمس يدخل وقت صلاة الظهر ثم يليه وقت صلاة العصر عند استواء الشمس عند استوائها واستمرارها في الدلوك ثم يأتي وقت صلاة المغرب ثم بعدها صلاة العشاء إلى غسق الليل وقرآن الفجر صلاة الفجر هذه أوقات الصلاة أخذها المسلمون خلفا عن سلف أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من جبريل على نبينا وعلي أفضل الصلاة وأتم التسليم جبريل أتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به في أول الوقت ثم صلى به في اليوم الثاني في آخره وقال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين أوقات الصلاة لا خلاف فيها ولا إشكال لكن المسألة في دلوك الدلوك المراد به دون ما هو يدخل فيه وقت صلاة الظهر والعصر أو يدخل فيه وقت صلاة المغرب والعشاء وكلاهما حق ولا بأس بذلك فالدلوك تغير الشمس وتحركها إذا تحركت الشمس لجهة المغرب دخل وقت صلاة الظهر ثم يليه وقت صلاة العصر ثم يليه المغرب والعشاء ثم صلاة الفجر طيئ صلاة قرآن الفجر عبر عنه بالقرآن لأن أكثر ما في صلاة الفجر قراءة القرآن قالوا يجوز التعبير عن الشيء بأكثر أفعاله فمثلا تقول اركع مع الراكعين يعني اصلي معهم اسجد مع الساجدين اسجد معهم وصلي حافظ على الصلوات الخمس فأكذا ينبغي للمؤمن أن يصاحب المسلمين فيما يفعلوه طاعة لله جل وعلا أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل والغسق هو ظلمة الليل إلى ظلمة الليل صلاة العشاء ثم عبر عن الفجر بقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني القراءة في الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة من ليل وملائكة من نهار ويتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم جل وعلا ما كيف تركتم عبادي فقولنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وهكذا بنوا آدم الخيار منهم فيهم شبه بالملائكة يذكرون الحسنات ويتناسون السيئات وأما المنافق فهو بخلاف ذلك يذكر السيئات ويتناسى الحسنات فعلينا أيها الإخوة إذا ذكرنا أخا لنا مسلم أن نذكر ما نعرف من حسناته وأنه من خيار الناس ولا نتعرض لسيئاته لعلها غفرت له فالملائكة يذكرون ما يشاهدون من بني آدم من أفعال الخير ويتغاضون عن السيئة أتيناهم وهم يصلون جاء إلينا ملائكة الليل ونحن نصل العصر وتركونا وهن نصل الفجر وجاءنا ملائكة النهار وهم وهم نحن نصل الفجر وتركونا وهن نصل العصر وهكذا وقرآن الفجر القرآن الصلاة إن قرآن الفجر كان مشهودا لأنه ينبغي أن يطال فيه في القراءة فبدل الركعتين التي سقطتا من صلاة الفجر علينا أن نزيد في القراءة ولا نجعل صلاتنا في الفجر مثل صلاتنا في غيره بل علينا أن نزيد في صلاة الفجر قراءة لأنها يشهدها الملائكة ملائكة الرحمة وما ملائكة الليل وملائكة النهار يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلاوات المكتبات في أوقاتها أقم الصلاة لدلوك الشمس قيل لغروبها وقال ابن عباس دلوكها زوالها قيل لغروبها وقيل لزوالها والقولان مشهوران عن الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن وسعود يقول لغروبها وعبد الله بن عباس يقول لزوالها فعلى هذا تكون هذه الآيات دخل فيها أوقات الصلوات الخمس فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل هو ظلامه وخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرار في مواضعه ولله الحمد إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد بخمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركت بعباهدي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتمعوا الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء فقوله تعالى ومن الليل فتأ واحد من الإخوان أمس سأل عنه بالجرير الطبري رحمه الله قال أليس هو من طبريستان منسوب إليها فسكت عن هذا السؤال لأني كنت أعرف أولا أن ابن جرين الطبري من الشام من طبرية ومن جوال قرطبي من قرطبة من الأندلس فتبين لي بعدما جاءني هذا السؤال رجعت إلى ترجمة من جرين الطبري رحمه الله فوجدتها كما قال الأخ من طبريستان ينسب إليها طبري آم الجبأمل آم الطبريستان فنسب إليها رضي الله عنه ورحمه وكان من العلماء الأفاضل وأوجد الله له كرامات عدة رحمه الله رحمة واسعة يقال إنه حفظ القرآن ابن سبع سنين وأما بالناس الصلاة وابن ثماني سنين وبدأ في طلب العلم وحفظ الحديث وابن تسع سنين وسافر إلى البلاد الشرقية والغربية إلى كل مكان في طلب العلم وابن عشرين سنة رحمه الله ويروى أن والده رآه وهو صغير جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حصى يرمي بها فأشتاق للجواب عن هذه الرؤية وحارس كل الحرص وخشي أن يكون ولده هذا ظال مظل يرمي الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المعبر للرؤية هذا إن صدق في ابنك وبلغ فإنه سيكون يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بخلاف ما توقعها أبوه رضي الله عنهما ورحمهم ويروى أنه كان هو ثلاثة معه ابن محمد خزيمة ومحمد جليل ومعهما إثنان كانوا في مصر وأدركهم الجوع وخافوا من أن يموتوا جوعا لأنهم يستحون أن يسألوا ولم يتصدق عليهم بشيء فقال بعضهم لبعض لابد واحد مننا يروح يسأل لنا طعام يموت من الجوع بمسط الناس ما يصير فذهب وقال واحد منهم اللي أغغق عليه السهم قال دعوني أصلي أسأل الله جل وعلا فصلى ركعتين في أثناء الركعتين جاء واحد من الحكومة من الخذيبي من ملك مصر فعمعه شموع كثير وحرس كثير فطرق الباب عليهم وقال أين محمد بن جليل قال ها أنا ذا ما يذنب الشبيبه قال أين محمد بن خزيمة قال ها أنا ذا قال أين محمد المروزي قال أين رابعكم قالوا رابعنا يصلي أعطى محمد الجليل سر فيها خمسين دينار وأعطى كل واحد منهم سر فيها خمسين دينار وقال إذا نفذت هذه فبلغونا يوسلم عليكم الملك ويقول إذا نفذت هذه فيبلغوننا وذلك أنه رأى في الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدرك المحمدين محمد بن خزيمة ومحمد بن جليل ومحمد بن المروزي وغيرهم أدرك المحمدين فذهب إليهم ووجدهم في حالة شديدة من الجوع والجوع لم يقدروا على شيء رحمهم الله وقد استحوا أن يسألوا فجاءهم هذه الخمسين دينار فيها خير كثير وقال لهم الملك متى ما نفذت بلغونا فله مقامات كبيرة وكان رحمه الله حفظ القرآن وعمره سبع سنين وأما الناس بالصلاة وعمره ثمان سنين وطلب الحديث وحفظه وعمره ثمان سنين رحمة الله عليه هكذا كان سلونا الصالح وهو كان غير عربي فتعلم العربية وحفظ القرآن وحفظ السنة رحمة الله عليه وتوجه إلى العراق ليدرك الإمام أحمد ليأخذ عنه فلما وصل إلى العراق وجد الإمام أحمد رحمه الله قد توفي منذ زمن طويل لا يدري بعضهم عن بعض وإنما يسمعون بأحمد بن حنبا رحمة الله عليهم هذا محمد بن جرير وعلينا أيها الإخوة أن نهتم بسيرة سلونا الصالح وله ترجمة حافلة حسنة جيدة في أول تفسير من جرير رحمه الله يقول السائل اعتمرت وأكملت العمرة ونبذت من رأسي من كل جهة نبده فهل الجه هذا جائز هذا يا أخي لا يصلح إلا ما دمعت أنك تحللت فلا ننقض تحللك وإنما عليك مستقبلا أن تعمم التقصير على رأسك كله ولا تأخذ من جهتنا وجهتين وأربع جهات وإنما تعمم التقصير كما في حالة مسح الرأس عند الوضوء فأنت عند الوضوء تمسح الرأس ولا يلزمك أن تمسح كل شعرة بعينها ولا يكفيك أن تمسح بعضه دون بعض يقول السائل اعتمرت وأكملت العمرة وأخذت من رأسي من كل جهة فهل هذا جائز هذا تقدم الجواب عليه يقول السائل ما حكم شخص نوى الحج وعمل عمرة في رمضان لنفسه وهو مقيم ثم عمل عمرة ثانية في شوال لأمه المتوفى وهو متمتع من العمرة للحج فما الحكم ما عليك يا هذا هو متمتع بالعمرة للحج ما دام أنه اعتمر في شوال أو سيعتمر في ذي القعدة ويعتبر متمتع شام أبا فالتمتع ما يلزم أن ينويه تمتع أو يقول أني أريد التمتع أو لا أريد التمتع متى ما اعتمر في أشهر الحج وأقام في مكة فإنه يعتبر متمتعا يقول السائل هل يجوز أخذ الأحذية التي تجمعها النظافة في الحرم وهي مهيئة للرمي بها في القمامة لا يا أخي ما يحق لك أن تساعد هؤلاء تأخذها منهم وإنما دعها لعل صاحبها يأتي إليها فهم يظلمون الناس في هذا وكان الواجب عليهم أن ينتبه لذلك ويرفع لحذية ليأخذها أصحابها أو يبينوا للناس بأنها مأخوذة لأن الواحد منا يدخل الحرم ويظن أنه مؤمن فيه وبحذائه يضعه في جهة منه فإذا جاء لم يجده وقد يكون حذاؤه غالي النفيس ثلاثمائة ريال أو أكثر أو خمسمائة ريال فما يجوز للمسلم أن يعين هؤلاء على الظلم يقول السائل طفل عمره سبع سنوات ترك لباس الإحرام ولبس المخيطة دون علم أمه ما حكم ذلك ليس عليه شيء لأن جاهل عمد الصبي مثل جاهل الكبير فالكبير لو خلع لباس الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا بأس عليه وكذلك الصبي إذا خلع ملابسه ولبس ملابسه العادية فعلى ولي أمره أن يعيد ملابس الإحرام عليه ويجمه بلباسها ويقضي عمرته على هذه الحال يقول السائل هل يجوز إذا مرت المرأة أمامي وأنا أصلي في المسجد الحرام هذا الصلاة جائزة صلاة صحيحة إن شاء الله ليس عليك بها شيء وإنما احذر الصلاة في مرور النساء والرجال ابتعد عن المرور وإذا ابتعد فلا يضيرك من مر بين يديك يقول السائل أنا أعمل في الليل وأنام في النهار يأتي وقت الظهر فأصليه في وقته ولكن ليس مع جماعة فهل آثم على ذلك لا يجوز لك ذلك أخي يخشى عليك من العقوبة إذا تركت الجماعة والجماعة حق واجب يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة مع المسلمين ولا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة يقول السائل هل الانتهاء من الشوط السابع من الطواف فيه تكبير عند محاذاة الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه أنه كلما حاذى الحجر الأسود استلمه أو قبله أو أشار إليه فهذه سنة صلى الله عليه وسلم والطاعف يحاذي الحجر الأسود ثمان مرات عند أول ما يبدأ وعند النهاية فيحصن أن يستلمه أو يقبله أو يشير إليه وليس بحتم واجب فلو طاب كل طواف ولم يشر إلى الحجر الأسود فلا بأس عليه فالإشارة والتكبير عند الحجر الأسود سنة والحمد لله يقول السائل هل يصح للمسلم إذا خاف من الكفار يتشبه بهم مثل القزع وحق اللحية والسلسلة هكذا يجب على المسلم أن يكون معتداً بإسلامه ويظهر إسلامه في كل وقت وحين ولا ينضع ولا يعاين ويشاهد ويشاهد الكفار فيشبه بهم وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم إذا كان ذلك لضرورة وحاجة ملحة وهو من دوب من قبل الدولة الإسلامية ليأتيهم بأخبار الكفار فلعله لا بأس بهذا إذا كان ليس من باب مشابهة وإنما يريد أن يسلك معهم ويدخل معهم فلا بأس عليه إن شاء الله لكن إذا كان يتشبه بهم معجباً بفعلهم وجائز له صنيعهم فلا يجود له ذلك يقول السائل هل لأهل مكة أن يتمتعون في حجهم أم لا نعم أهل مكة غيرهم لهم أن يتمتعوا بالعمرة للحج ولهم أن يقرنوا بين الحج والعمرة ولهم أن يفردوا الحج وهم كغيرهم لكن إذا تمتعوا أو قرنوا بين الحج والعمرة فلا يزم هدي التمتع ولا هدي القرآن لأن الله جل وعلا لما ذكر الهدي للمتمتع قال ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام يقول السائل امرأة صار عليها حادث وصار لها شلل كلي عدا يديها تحرك حركة يسيرة ولم تحج فهل يحجون بها على عربة مع المشقة أو يعطون أجرة لمن يحج عنها لا بأس عليهم أن يدفع أجرة لمن يحج عنها ما دامت بهذا الشكل هي أن يتألم ويعلم من ويتألم من يتولى أمرها والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف نفسا إلا وسعها والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فلا بأس عليها أن تكلف من يحج عنها مما لها إن قدرت وإن لم تقدر فلا يجب عليها يقول السائل جيت من بلدي في رمضان واعتمرت وورد الجلوس حتى الحج وأرجع لبلدي هل علي هدي أم لا ليس عليك هدي لأنك ما اعتمرت في أشهر الحج الهدي على من اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة أما ما دمت لم تعتمر في أشهر الحج فليس عليك هدي يقول السائل هل تقبل الصدقة من الصدقة نعم يا أخي تقبل إذا أصدق عليك مبلغا من المال ثم تصدقت منه بشيء فحسن فهذا جود منك على ما جاد عليك به بعض الناس يقول السائل ما حكم من يقرأ القرآن وهو وهو يهز وهو يهتز أماما والخلف أو عن يمين وشمال وليس هذا تشبه بالنصارى واليهود لا يليق به ذلك وإلا لو عز فقراءته صحيحة إن شاء الله لكن إذا كان تشبه بالكفار حينما يقرؤون الإنجيل أو التوراة فلا يجوز وقال له أهله مت على دينك فرفض فهل نجفنه في المقبرة ونزوره في المقبرة هذا أمره إلى الله جل وعلا إن كان عندما عاين ملائكة الموت قال لا إله إلا الله هذا قد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه لا يقبل منه وأما إذا كان قبل المعاينة فالله جل وعلا جواز كريم يقبل منه ويحكم له بإسلامه يقول السائل يقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لماذا وصف الله نفسه بالمكر وهل مكره عز وجل نكاية بالمشركين وما المقصود مكر الله في الآية الله جل وعلا منصوهم بصبات الكمال منجه عن صبات النقص والعيب وصبات ربنا كلها كاملة عالية فلا يجوذ أن نقول إن الله ماكر أو نقول إن الله يمكر فقط وإنما يقول كما قال الله جل وعلا والله خير الماكرين والله يمكر بالكفار والمكر من الله جل وعلا كمال وعزة وجود وحسن تصرف رضي عليه الصلاة جل وعلا فلا يجوذ لنا أن نعترض على ربنا في صباته ولا أن ننزهه عما وصف به نفسه فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه خير الماكرين ونقول ولا نأتي بصبات المكر لربنا هكذا مجرد وإنما نقول إن الله يمكر بالماكرين أو يمكرون ويمكر الله أو يمكرون والله يمكر بهم كما قال جل وعلا فإن سوء على إنهم سواء ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهكذا ينبغي للمسلم أن يضبط صفات ربنا جل وعلا وأن لا يؤولها ولا يحرفها ولا يصفها عن معناها فهو جل وعلا منصوه بصبات الكمال والمكر من ربنا تبارك تعالى صفة كمال وعزة ومنعه صلاة الضحى أيها الإخوة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أبا هريرة وغيره من الصحابة بأن لا يدعى ركعتين الضحى وركعتها الضحى وقتها موسع بحمد الله من بعد طلوع الشمس وارتباعها قد الرمح حتى تقف الشمس بوسط السماء قبل الزوال إلى أقل الزوال عند صلاة الظهر قبل صلاة الظهر بخمس دقائق كل هذا وقت لصلاة الضحى وهي مكفرة للخطايا والسيئات يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة حين تطلع الشمس كل يوم فكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وقال في آخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فيتجزي عن ثلاثمائة وستين صدقة لأن في المسلم ثلاثمائة وستون مصصلا والمراد بالسلامة المفصل أن على كل مسلم صدقة إذا أنعم الله عليه بسلامة مواصله والصدقة هذه من رحمة الله جل وعلا بعباده لم تكن صدقات مالية فتشق علينا وإنما هي صدقات تسبيح وتهليل وتكبير وإعانة المسلم والصدقة كذلك وهكذا فكل تسبيحة صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى فحلي بنى أن نواضب على صلاة الضحى فهو عليه الصلاة والسلام أخبر بها أبا هريرة وقال له لا تدعها وينبغي للإنسان إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بشيء أن يحرص عليه لأن وصيته صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات ولا بأس أن يزيد في هذا لأنه أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى ثمان ركعات بدار أمها لأن ضحى يوم الفتح فحلي بنى أن نجتهد في هذا ونحرص على وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة وغيره من الصحابة بثلاث بصلاة الضحى بركعته الضحى وأن يمتر قبل أن ينام وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذلك أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام السنة كلها والوتر قبل النوم أحوط لمن شك في قيامه لمن لا يدري هل يقوم أو لا يقوم مع العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الوتر إلى قبل طلوع الفجر كان يوتر في آخر الليل فإذا تسر للمسلم أن يوتر آخر الليل فهو أفضل من متره أول الليل وإذا خشى أن لا يقوم فعليه أن يوتر أول الليل ويرقد ولا يبأسل على المسلم أن يحافظ على هذا فإذا رأى نفسه متعب أو يخشى أن لا يقوم آخر الليل فيوتر قبل أن ينام وإذا استيقن أنه يقوم لصلاة الليل فيحسن أن يؤخر الوتر عند طلوع الفجر هذا وأرد الله جل وعلا أن يمنى علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الفدات المهتدين إنه سميع مجيب وصل الله وصل ما مبارك على عبده ورسوله بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين